خلال هذه الضوء تم اتفاق على إرساء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين من شأن تعزيز التشاوز السياسي وتهيئ الظروف المتلى لوضع اللبنة الأولى لحوار استراتيجي دائم بين البلدين كتقوم على قراءة متحددة لمعاهدة حسن الجوار عبرنا كذلك عن رغبتنا المشتركة فالمواصلة للتعزيز إطار تعاون استراتيجي والارتقاء به إلى مستويات أكبر عبر جيل جديد من اتفاقيات التعاون التنائي بحيث تم توقيع أمام أنظركم على 12 اتفاق تعاون في مجالات مختلفة على غيرها قطاع العجل التقافة لإسكان العالم القاوي سياحة الصناعة التقليدية الشباب الماء بالإضافة إلى الاستثمار وقطاعات أخرى والذي من شأنها أنها ترتقي بالتعاون إلى المستوى الستراتيجي الذي نطلع له وإنعقاد هذه القمة يعكس ما يتمتع به البلدان من رسيد المشترك المغرب والبرتغال كتجمعهم علاقات مميزة وأخوية في أعلى مستوى كما يريدها جلالة الملك محمد السادس نصار الله كما تعتبر هذه القمة فرصة للإحتفاء بأواصل الصداقة المغربية البورتغالية مع العلم أن هذه الدورة عندها طابع استثنائي كونها تجي بعد حدث الذي هو مهم كيتمثل كما أعلن ذلك صاحب الجلالة في تقديم المغرب والبرتغال إلى جانب إسبانيا لملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بما يحمله هذا الترشح من دلالات رمزية للتقاوب التقافي والإنساني بين هذه البلدان خلال هذه الدورة تم اتفاق على إرساء شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين من شأن تعزيز التشاوز السياسي وتهيئ الظروف المتلى لوضع اللبنة الأولى لحوار استراتيجي دائم بين البلدين كتقوم على قراءة متحددة لمعاهدة حسن الجوار عبرنا كذلك عن رغبتنا المشتركة فالمواصلة للتعزيز إيطار تعاون استراتيجي والارتقاء به إلى مستويات أكبر عبر جيل جديد من اتفاقيات التعاون التنائي بحيث تم توقيع أمام أنظركم على 12 اتفاق تعاون في مجالات مختلفة على غيرها قطاع العجل في التقافة لإسكان العالم القاوي سياحة الصناعة التقليدية الشباب المرأة بالإضافة إلى استثمار وقطاعات أخرى والذي من شأنها أنها ترتقي بالتعاون إلى المستوى الستراتيجي الذي نطلع عليه والحمد لله البلدين لدينا عندهم الإمكانيات التي خلتهم أن نخطف مشاريع استراتيجية كتستشرف المستقبل على غرار مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والطاقات المتجديدة والاقتصاد الرقمي والفلاحة والنقل بالإضافة لبعض القطاعات الأخرى المستقبلية كالطاقات النظيفة ومنها الإدروجين الأخضر ولقاءنا كان مناسبة غفقة معالي السيد الوزير الأول كان ممتد بسيد وزير الخارجية لإشادة بهذه النتائج المشجعة التي خرج بها المنتدى الاقتصادي لتجمع على هامش هذه الدورة رجال أعمال المغاربة والبوتوغاليين والفرصة لتعزيز الشراكة التنائية وتطويرها باستشمل مجالات أخرى على غرار قطاع صناعة السيارات النسيج والصناعة الفلاحية وفي إطار تعزيز الشراكة كما اعتبروا أن مشروع الربط البحري وتعزيز النقل الجولي بين البلدين لابنا إضافية لتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية وأنا وسيد الوزير الأول مع السادة الوزراء المعنيين نخذينا واحدة عهد باش نحاولوا إن شاء الله نوجدوا ذلك الخط ديال يعني الربط البحري في ضرف السنة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة